اهلا بكم مشاهدين في هذه الجولة على الصحف والتي نبدأها بمقال لعز الدين فوشير عز الدين فوشير بعنوان أمريكا ترامب كانت شبيهة جدا بمصر التي تركتها وقال فيه جئت إلى الولايات المتحدة في خريف عام 2016 بعد أن دمر النظام العسكري في مصر كل الطاقة الإيجابية التي أوجدتها انتفاضة التحرير ولم يكتفي بممارسة القمع وقتل المئات وسجن عشرات الآلاف لقد أغرق الفضاء العام بنظريات المؤامرة والأخبار المفبركة والشكوك واليأس والكراهية التي خلقت حالة من الهستيريا الجماعية وأضاف في أقل من أربعة أعوام خلق ترامب جوا مشابها لما تركته في مصر حتى من قدر المثل الديمقراطية ونفذ بوقاحة سياسات تتماشى مع مصالحه الشخصية وفي الشرق الأوسط دعم حلفاء الولايات المتحدة الذين ينفذون سياسات متهورة وضرب بأجندات حقوق الإنسان عرض الحائط وشجع الدكتاتوريين وتابع أمريكا ترامب كانت أمريكا التي جردت من مثلها والآن وقد انزح الكابوس أستطيع التنفس براحة إلى فينانشل تايمز البريطانية ونقرأ مقال لجديون راشمان بعنوان الشعبويون في العالم يخسرون زعيمهم قال فيه هناك قادة وحكومات في جميع أنحاء العالم من من استفادوا بعمق في ولاية ترامب الزعيم غير المتوج للشعبوية الدولية أهمها حكومات البرازيل وبولندا والمجر كذلك أحزاب يمينية شعبوية أيضا كما في إيطاليا وألمانيا وأشار إلى أنه إضافة إلى القادة الشعبويين هناك مجموعة كبيرة من الحكومات ستكون غير مرتاحة لخسارة ترامب الزعيم غير الرسمي للأممية الشعبوية تشمل السعودية وإسرائيل وبريطانيا والهند لأسباب إما استراتيجية أو أيديولوجية وأضاف أن رياضة عيش هذا القلق فخلال الحملة الانتخابية وصف بايدن السعودية بأنها منبوذة ودعا إلى إنهاء مبيعات الأسلحة للمملكة ننتقل الآن إلى مقال ليمهن الأحميل في العربي الجديد بعنوان سقوط ترامب توقعات عربية قال فيها خلال فترة صعوده نفذ الرئيس الأمريكي الخاسر في الانتخابات تجريفات ممنهجة للحياة السياسية والمدنية في أمريكا صعقت الضمير العالمي على الرغم من أن جذور العنصرية وهيمنة التوحش الرئيس المالي لم ولن تكون مرتبطة بمرحلة ترامب وإنما هي عميقة للغاية في كلا الحزبين يمثل سقوط ترامب لمعارضات شرق مساحات مؤثرة بما فيها تركيا التي شاركت دولا خليجية في تمني انتصار ترامب غير أن ذلك لا يعني أنه ستكون هناك مواجهة كسر عظم بين إدارة بايدن وتركيا بل مرجح أن يصل إلى سلة تفاهم إقليمية واعتبر الكاتب أنه في الأزمة الخليجية يبدو سقوط ترامب حليف الغزو العسكري لقطر وتولي بايدن الذي فاز حلفائه من القوى المدنية الصديقة للدوحة بعضوية مجلس النواب ومجالس ولايات لا يمكن أن يكون بلا تأثير مع بروز ملف الحكومة السعودية في هذه القضايا وقضايا أخرى وعودة مشهد إعدام جمال خاشغجي نذهب إلى الدستور الأردنية والتي نقرأ فيها مقالا لرشاد أبو داود بعنوان بايدن حل الدولتين مجددا أشار خلاله إلى أن اليهود الأمريكيين يستمرون بغالبيتهم العظمى في تأييد المرشحين الديمقراطيين والذين يقومون بالمشاركة لدفع حل الدولتين والعودة للسياسة التي اتبعت خلال فترة أوباما مثل إبرام الاتفاق النووي مع إيران واعتبر أن بايدن لن يكون عربيا أكثر من العرب لكنه على الأقل سيوقف التهور في السياسة الأمريكية الذي قاده ترامب وأضاف المطلوب من الفلسطينيين والعرب الآن دراسة الوضع الأمريكي الجديد وإعداد خطط لاستغلال عهد بايدن حتى لا نعود إلى الدوران في دوامة حل الدولتين الذي أقره قرار تقسيم فلسطين عام 1947 ثم قرار 242 في عام 1967 وجدد طرحه بوش الأبن ولم يأتي بدولة فلسطينية حتى الآن بهذا الموضوع نصل إلى ختام هذه الجولة شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة